وصل أسبوع الألام ذروته اليوم بتقوص إحياء درب الصليب بيوم الجمعة العظيمة في جميع كنائس الأردن في الفحيص حيث سار عفواً في الفحيص المؤمنون على طريق الألام في استذكار لتقليد سنوي قديم يحاكي محطات تعذيب السيد المسيح من موقع محاكمته إلى جبل الجلجلة في القدس العتيقة وحمل المصلون صليباً على الأكتاف من مربع الكنائس في قاع المدينة بمرافقة رجال الدين وسط تراتيل وصلوات تستحضر صلب المسيح على أربع عشرة مرحلة وبعد خميس الأسرار والجمعة العظيمة يحيي المسيحيون والحجاج سبت النور غداً ثم الفصح المجيد والقيامة صبيحة الأحد مختتمين فرض الصوم الكبير على مدى أربعين يوماً السيد المسيح خضع لمحاكمتين في هذا اليوم المحاكمة الأولى للحاكم اليوناني أو الحاكم الروماني عفواً وقد برأه الحاكم الروماني لكن كهنة اليهود أصروا على صلبه وطالبوا بأن أصلبه أصلبه لذلك سيتم اليوم صلب المسيح وبعد ذلك سيقوم من بين الأموات في سبت النور ويوم الأحد سيكون العيد ترجمة نانسي قنقر